النهاردة الحديث اللي كان سائد معنا اكتر حاجة او حديث المدينة زي ما منقول الوجبات المدرسية ويسأوه برضو رئيس السيسي تطرق للموضوع ده ومش عايزين نضخم الامور لما يكون فيه عدد مثلا كزا مليون طالب بيأكلوا وجبات وحصل تسمم في احدى المدارس مش عايزين نشيع ان التسمم في كل حتة ولكن صحة ولادنا هي بقى دي بيادة لخطة احمر يعني لو فيه شك واحد في المليون ان فيه اغذية معينة يعني ممكن تعمل حاجة بلاها يعني هي مش حيموته لو ما كلوش بس احنا مش حاولهم يموته لو كلو فاتمنى ان الموضوع ده يحصن بسرعة وده بس كوت واجبة جافة مش حاجة مش معضلة انا ما بقدره مش حالة بامية ولا شوية مسقعة ولا بتاعني مفيش حتى مجال ان الحاجة تبوز وبرضو عايزين نقول ان الاطباء النفسيين دايما بيقولوها لنا انت لو قاعد في مطعم واللي قاعدين كلهم قاعدوا اه يا بطني اه يا بطني هيجيلك مغس ده علم على فكرة دي مش فتوى فممكن تكون الوقت بقى صابت خمسة ستة والباقيين الخمسمية دخلوا وخرجوا سلام نتناول الموضوع بهدوء ونتمنى ان هو نشوف الحل في ايه ليه ان قدر نقب